شاب ميسور الحال أنعم الله عليه بكثير من النعم ومع ذلك يشكو من أقل ابتلاء خرج بسيارته وذهب إلى ماكينة صرف نقود ليسحب مبلغا من المال ولكنه وجد طابورا طويل من الناس أمام الماكينة فذهب إلى غيرها فوجدها لا تعمل وظل يتنقل ما بين عشر ماكينات ويجدها إما مزدحمة وإما لا تعمل بسبب عطل فني حتى وجد في النهاية ماكينة لا يوجد أمامها الكثير من الناس فذهب إليها وهو في غضب شديد بسبب كثرة بحثه ولأنه سيقف دقائق في صف حتى يأتي دوره وأثناء وقوفه في الصف لاحظ أن الرجل الذي يقف أمامه ويبلغ خمسين عاما ومن الطبقة المطحونة يتصبب عرقا رغم أن الجو لم يكن حارا وبعد دقائق قال هذا الرجل للشاب بأدب كبير أستأذنك أن تحجز لي دوري لأني لا أستطيع الوقوف وأخشى إن جلست يضيع علي الدور وافق الشاب وجلس الرجل على الرصيف يجفف عرقه ثم رفع يديه وقال متوسلا يهرب بحبك لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اشفني واخذ بيدي في هذا اليوم بالذات اقترب الشاب من الرجل وسأله إن كان بخير فرد الرجل بجملة هزت الشاب كثيرا الحمد لله في زحام من النعم فطلب منه الشاب أن يذهب إلى طبيب لأنه يراه متعبا ومريضا ولكن الرجل قال له والدموع تملأ عينيه لا يصح لي أن أشكو من التعب هذه رفاهية ليست لمثلي لقد توفيت زوجتي من ثماني سنوات ولي أربعة أبناء أكبرهم في الجامعة ويحتاج مصاريف الكلية اليوم ووعدته بأنني بعد صرف المرتب سأذهب إلى كليته وأعطيه ما يريد وأبناء الثلاثة الآخرون بين الثانوي وإعدادي ووالدتي كانت ترعاهم بعد وفاة زوجتي ولكنها الآن مريضة جدا وأرعيها هي وأولادي وأنا يا أخي موظف حكومي راتبي لا يكفيني وأعمل بعد خروجي من الوظيفة بمطعم عامل توصيل ومع ذلك لا يكفي كل هذا مصاريف دروس الأولاد أو مصاريف علاج والدتي وصاحب البيت الذي أسكن به له عندي إيجار متأخر وآخر موعد لي هو هذا اليوم لأعطيه نصف ما له بعدما استعطفته وبعض الجيران حتى وافق على أخذ نصف المبلغ كي لا يلقي بأثاث بيتي وأم المريضة وأولادي بالشارع استمع الشاب للرجل في ذهول وشعر أن هذا الرجل قد صفعه صفعة قوية ليستفيق من جحوده ويشعر بنعم الله عليه وبعد صرف الرجل راتبه عاد به إلى سكنه ففوجئ الشاب بأن الرجل يسكن في دور أرضي وأثاث سكنه عبارة عن سريرين ودلاب وأريكة وحصير وأمه كفيفة وكل كلامها حمد لله على نعمه وعندما شاهد الرجل دهشة الشاب من كلام أمه ذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ وبعد دقائق وصل صاحب السكن وهو يهدد ويتوعد بطرد الرجل وأسرته فأعطاه الشاب إيجار سنة مقدمة وأخذ منه الإصالات وأعطاها للرجل الذي ظل يبكي ويقول للشاب من أين جئت له طوال الليل لم أنم وأنا أدعو الله أن لا يفضحني أمام جيراني وأنا ملقى بي إلى الشارع فقال له الشاب لقد عطل الله وأزحم عشر ماكينات صرافة حتى يرسلني إليك ويرسلك لي لتعلمني التأدب مع الله ولأشعر بالنعم التي أنعم بها علي فالله تعالى يرسل إلينا رسائل كل يوم برحمته علينا ويا حسرتاه على من لا يفهم هذه الرسائل ويتغافل عنها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسبب إهمال الزوج لأسرته وانشغان عنها بالمكوث على الفيسبوك لساعات طويلة أصبحت الأم تخاف على ابنيها من الضياع وكثيرا ما طلبت من زوجها ترشيد جلوسه أمام الإنترنت وإعطاء ابنيه ساعات من وقته إلا أنه لم يهتم وسخر من تحذيراتها واتهمها بالمبالغة في الأمر استمر الزوج في إدمانه للإنترنت لدرجة أنه عندما كان يعود من عمله ويجد الكهرباء مقطوعة فإنه يخرج مسرعا من البيت عند أحد أصدقائه في منطقة أخرى ويأخذ معه جهاز اللابتوب ولا يعود إلا في وقت متأخر من الليل ويكون ابناه نائمين وعندما خيرت الزوجة زوجها بينها وبين الفيسبوك غضب وترك البيت وأخذ معه اللابتوب أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أثناء غياب الأب بدأ الإبن الأكبر وعمره 14 عاما يجلس أمام كمبيوتر والده وبدأ الدخول في عالم الإنترنت وتصفح الفيسبوك حتى تعلق به بدرجة كبيرة وفي ليلة لم ولن تنساها الأم طنة عمرها دخلت الأم على ابنها فوجدته مستمرا أمام شاشة الكمبيوتر يستمع لرجل ما ظهر على الكاميرا بينما ولدها يرفع سكينا ويوشك على قطع أوردة يده بدأ ذلك ككابوس مفزع وكأسوأ مشهد وقعت عليه عينها لم تكن ملامح الإبن واضحة في الظلام لكن ضوء السكين لمع أمام الشاشة وصوت الرجل الغريب يحدثه بالإنجليزية أسرعت الأم واستطاعت إيقاف ولدها وهي تصرخ غير مستوعبة ما يحدث وبعد أن انتزعت منه السكين وسحبته من يده أشعلت أنوار الغرفة واستقرت عيناها على الشاشة حيث ظل وجه ذلك الرجل في ذكرياتها قبل أن يختفي كالشبح فشلت الأم في استجواب ولدها بكل الطرق عما حدث تلك الليلة ولذلك قامت بعرضه على طبيب نفسي وعرفت منه أن ابنها تعرف عبر الإنترنت على مجموعة من المراهقين المرضى في بلاد بعيدة يقومون بمساعدته على الانتحار وقد صبوا الكآبة في نفسه واستطاعوا جذبه لعالمهم بعد معرفة الأب بما حدث لابنه عاد واعتذر لزوجته واحتضن منه الذي كتب الله له عمرا جديدا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى شاب صالح حافظ للقرآن بعد تخرجه من الجامعة توفي والده فأخذ يبحث عن عمل لينفق على أمه وإخوته واضطر للعمل مع أصحاب المهن كالحدادين والنجارين وغير ذلك حتى يستطيع تحمل مسؤولية أسرته وفي المساء كان يقوم بتعليم الصغار وتحفيظهم القرآن دون أجر أو حتى بأجر رمزي شعر هذا الشاب بفرحة كبيرة عندما قرأ إعلانا عن وظيفة بإحدى الشركات في نفس تخصصه فاستعد لهذا اليوم وطلب من أمه وإخوته الدعاء له وظلت الأسرة مع قيام الليل تدعو له وحتى صلاة الفجر وفي الصباح وأثناء ذهابه بدراجته لمكان الشركة لإجراء الاختبار الخاص بالوظيفة واجد على الطريق سيدة واقفة بجانب سيارتها الفاخرة لا تعرف كيف تبدل إطار السيارة فتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة فتوقف لمساعدتها حتى قادت سيارتها بعد أن قدمت له الشكر وأثناء ذلك نظر إلى ملابسه فوجدها قد اتسخت تماما ونظر إلى ساعته فعلم أنه لم يتبق على نهاية الاختبار سوى نصف ساعة ومع ذلك توكل على الله وذهب إلى الشركة وعند وصوله دخل مباشرة للجنة الامتحان فوجئ بأن السيدة التي ساعدها في تغيير إطار سيارتها هي مديرة وصاحبة الشركة التي يتقدم للعمل فيها وبعد إجراء الاختبار حصل على الوظيفة وبراتب لم يتوقع ومع الأيام حقق أكثر من نجاح للشركة ولم تجد صاحبة الشركة أفضل منه خلقا وعلما لتزوجه ابنتها وكم كانت سعادته بهذا الزواج فكم تمنى هذه الفتاة لأخلاقها وجمالها ولكنه لم يخبر أحدا بما يتمناه ولكن الله كان يعلم أمنيته فحققها له وحقق له كل دعوات أمه وإخوته له فدائما جزاء الإحسان هو الإحسان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا